كنا نصح اتفقنا الحمد لله نعم يقول المحذورات إذن ممكن نلخصها في أربعة محذورات خلاص نعم ما فدية فدية أذى وما فدية مثله وما فدية مغلظة هذا الجماع وما لا فدية فيه يقول المحذورات تسعة اجلس احنا ما نريد فصل الآن مرور سريع بعدين سنأتي ان شاء الله معنا طيب يجب الحج في العمر مرة صحيح نعم طيب بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق به تجهيز الميت وتكفيني والصلاة عليه تجهيز الميت اخواننا وتكفيني والصلاة عليه يحتاج إلى درس عملي مفهوم وممكن هنا تذهب إلى البقيع وتشارك في الدورة إذا كان يعني الأمر متاح على حسب كورونا الله أعلم ودرس عملي وتتعظ وكفى بالموت واعد تمام أما بالنسبة للصلاة على الميت الأصل أن الإمام يقف عند رأس الرجل وفي وسط المرأة يكبر التكبير الأولى مع رفع اليدين ثم يستعيد يبسمي ليقرأ الفاتح واستحب له أن يقرأ ما تيسر آية فأكثر أو سورة ثم يكبر التكبير الثاني يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية ثم يكبر التكبير الثالثة ويدعو للميت والأولى أن يدعو بما ورد تمام ثم يكبر التكبير الرابعة ثم يسلم تسليم أو تسليمتين يصح وإن كبر خمس تكبيرات سبع تكبيرات جاز مفهوم تمام الآداب والأخلاق الإسلامية ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب شيئا من الآداب والأخلاق الإسلامية أريد كل واحد منكم يعطيني أدب أو خلق من آداب الإسلام بسم الله نعم قال عليه الصلاة والسلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وقال الحياء لا يأتي إلا بخير مشكلة عندنا عندما تقول لأخيك ايش تقول يقول ايش لا تستحي خطأ كيف تقوله لا تستحي عوذوا بالله مفهوم ها مشكلة تقوله لا تستحي صح إذا هذا خطأ ايش لفظي سمي اللي تسمي ما يصح ممكن تقول له لا تخجل ممكن أما تقوله لا تستحي مشكلة هذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير وآخر ما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت مفهوم فخطأ تقول لا تستحي كيف لا تستحي عوذوا بالله نعم آخر يوقف يقول إفشاء السلام مؤلقاء إفشاء يعني إظهار تسلم على من عرفته ومن لم تعرف تسلم عندما تدخل تسلم عندما تخرج تستأذن قبل الدخول قبل النظر تسلم وتستأذن والسلام الكامل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثلاثين حسن صح هاي نعم طيب وهذا من أسباب آيش الألفة والمحبة بين المسلمين أنك تسلم مفهوم هاي نعم اجلس يا أخي الصدق نعم الصدق يقول الصدق يصدق مع من قال يصدق أولاً مع الله لأننا قلنا في الشروط لا إله إلا الله صدق يصدق مع الله في أقواله وأعماله واعتقاده ثم يصدق مع عباد الله والصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة وما زال الرجل يصدق ويتحرّ تعرف الشيء يعني يتحرّ ها؟ يعني ما يتكلم بكلمة واحدة كلمة صح؟ حتى يكتب عند الله صدقه فأولاك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين هذه أعلى مرتب ثم المرتب الثاني الصدقين وعلى رأسهم بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أبو بكر الصديق رضي الله عنه والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مفهوم؟ وضده كذفة وكبيرة من كبائن الذنوب نعم؟ والله ما أسمع يقول حسن الخلق وإن الرجل ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم لا تستطيع أن تصوم الدهر ولا تفطر وتقوم الليل ولا تنام تستطيع؟ تستطيع؟ ما تستطيع؟ تستطيع أن تقوم العام كاملاً ولا تنام وتصوم العام كاملاً ولا تفطر؟ قال هذا أنا أستطيع بحسن الخلق الكلمة خارجة منك خارجة اجعلها تخرج كلمة أيش؟ طيبة وقل لعبادي الله سبحانه وتعالى يقول وقل لعبادي يعني إن كنتم حقاً عباداً لله ماذا تصنع؟ قال وقل لعبادي يقول التي هي حسن لا ما قال حسن قال أحسن أحسن ما عندك خاطب به غيرك حتى الكفار قال الله سبحانه وتعالى فقول له قولاً ليناً صح؟ ما تكني الكافر صحيح ما أكني لكن أتكلم معه بحكمة الحكمة هي السنة صح؟ أي نعم قال إن الرجل يدرك بحسن الخلق درجة الصائم والقايم جزاك الله الخير وقال بعض العلماء لو لم يصنع النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم بحسن الخلق لكذا يكون قضى عليه مفهوم؟ وقال عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود وكذا وأقسم أنهم أبغض الناس إليه لكن يقيم فيهم العدل قالوا بهذا قامت السماوات والأرض بماذا؟ بالعدل ولقال أنتم أبغض الناس إليه ولكن ما يستطيع إلا يقيم فيهم العدل قالوا بهذا قامت السماوات والأرض ولهذا لا يمكن أن يوصف الدين الإسلامي بدين مساواة هذا باطل نصف الدين بأن دين عدل ولم يرد في كتاب ولا سنة ولا قوال الصحابة والسلف أن الدين الإسلامي دين مساواة لأن أراضي أن يساوه بين الرافضة والسنة وبين الرجل والمرأة نعم نعم أوقف الأثنين مو مشكلة أوقف أنتم نعم سبحان الله تتبسم في وجه أخيك قال صدقة وبعض الناس أنت صلعا في السلامة عبوس صح دام كشر لا تبسمك في وجه أخيك صدقة وانت تأخذ صدقات تتبسم في وجه أخيك وتلقى أخاك بوجه طلق الله يزاك خير نعم نعم اطعام الطعام تمام غيره نعم نعم قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية أداء الأمانة أخوانا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فإذا استطعت تعرف من نفسك أنك تقدر على أداء الإيمانة تحمل وإلا تركها مفهوم هاي نعم هاي أخي الحلم والأناق الحلم والأناق قال إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله الأصدقاء دخل وهو أخذ الإبل ووضع لها الطعام وخرج واقتسل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله الحلم والأناق لكن موسى عليه الصلاة والسلام قال وعجلت إليك ربي لترضى عندنا بعض المسائل لابد فيها من الحزم لا تؤخر مفهوم ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان لديه حزم مجرد ما بال الأعراب في المسجد أمر بماذا أهريق عليه مفهوم إذا أذن تقوم تصلي مباشرة لأن ماذا لن التأخير له آفات يقتضي تراكم الواجبات وقد تعجز عنها مفهوم هنا عبادة لابد أن دائما تبادل مفهوم يا أخي أي نعم خاصة يا أخوان يقول ابن القيم رحمه الله أن العبد إذا يسر الله له أبواب الطاعة ولم يقتنمها حال الله بينه وبينها وما استطعن يقتنمها حياته كامل قال احذر انتبه إذا يسر الله لك سباب الطاعة ولم تقتنمها حال الله بينك وبينه يقول وهذا كثير الأدلة يقول كثيرا منها يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه يسر الله لك سباب العلم يا شباب الإسلام الآن العلم يسر مهيئ الكتب المشايخ العلمة يمكن بعضكم يقول كنت تمنى أرى بعيني فقط إيش بن عثيمين بن بازل ألباني رحمه الله جميع صح؟ طيب الآن عندكم بعض المشايخ خمثل الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله وغيره اختنموا إخواننا الفرصة الآن العلم مهيئ لكم والله إذا ما اقتنمتم هذه الفرصة قد يحرول بينكم وبينها الله سبحانه وتعالى صحيح قال وهذا كثير أنت تعرف بعضكم ممكن له الحج وما حج وبدأ أخر حتى جاءت كورونا وتغلقتها المواضيع صحيح حوله من الطلاب من جاء يسأل طلاب الجامعة الإسلامية من جاء إلى المدينة وبقي فيها أربع سنين أخر السنة الأولى قال والله إن شاء الله السنة القادمة والسنة القادمة قال بعدها عندما وصل السنة الثالثة جاءت كورونا ثم أعطاه خروج نهائي وما حجه صح من طلاب الجامعة وبعدين لو يريد يرجع الآن خمسة وعشرين ألف يعني ممكن عشر ألاف دولار ممكن ما تكفي يأتي للحج وممكن ما يستطيع يا أخي يسر الله لك أسباب الطاعة أسباب العباد اقتنمها لا تؤخر مفهوم؟ أي نعم نعم أوقف صلة الأرحام يقول بر الوالدين صلة الأرحام نعم نعم أيوة في الحج هذا طواف القدوم في الحج أما الآن من يوم تروح العمرة طوافك أو تبدأ أجلس أنا أقول آسف والله هذا السؤال عشان خافرك أنت ولا ما أجاوب عن الأسئلة الآن وضعنا نحن في المدينة ماذا نصنع؟ يقول أن هؤلاء الآن تستطيع من الفندق أنك تأخذ ملابسك تقتسل اقتسل أخذنا الاقتساء وتلبس الإزار والرداء وتنبه من معك من المعتمرين أننا لا نحرم من الفندق ولا من المسجد النبوي نحرم من الميقات ما اسم الميقات؟ يسموها بيار علي يسموه أيش؟ ذو الحليفة سميه ما تسميه من هناك الإحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم من مسجده لكن في الفندق تقول لمن معك من الجماعة نحن فقط هنا أيش؟ استعداد مفهوم؟ لأن هناك كون كالله الحمامات والأخبطة والنقود المهم فتستعد تقول أنا لا ألبي إلا عند الميقات ألبس الإزار والرداء استعداد وصلنا إلى الميقات قال عند الميقات الآن هنا تحرم تلبي بالعمرة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أهل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاب رضي الله عنه أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك إجابة بعد إجابة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك كلمة الإخلاص لا إله إلا الله لا معبودة بحقك إلا الله خرجتنا عن موضوع الله ومن هنا خلاص دخل في النسق بدت المحظورات إحرام عليه لا يستطيع أن يحلق الشعر ولا يقص الأظافر ولا يلبس المحيط المخيط هذا للرجل ولا يضع الطيب ولا يغطي الرأس بملاسقة القطاقية القلوز والصيد والجماع والمقدمات والنكاح ولا يكون زوج ولا زوجة ولا ولي مفهوم؟ تمام يبدأ يلبي كل ما تنطلق الحافلة تمشي لأنه يتذكر إقبال على الله وأفضل الحج العج والثج رفع الصوت بالتلبية لبيك اللهم لبيك حتى ذهبت أصوات الصحابة من رفع الصوت بالتلبية حتى وصلوا إلى مكة أول ما يصنع في مكة يقول أفضل أول شيء يبادر إلى العمر يدخل المسجد ويجعل البيت عن يساره ويضبع يجعل طرف يعني وسط ردائه تحت إبطه الأيمن والطرفين على عاتق الأيسر مفهوم هذا في الطواب ويرمو للأشواط الثلاثة مسارعة في المشي دون الهرولة مفهوم الثلاثة الأشواط الأولى يجعل البيت عن يساره يبتدأ من الحجر الأسود يقبل إن استطاع والآن ما في تقبيل ولا استلام للحجر الأسود يشير إليه بسم الله الله أكبر يجعل البيت عن يساره من الحجر للحجر شو كل ما يحاذي الحجر يكبل أما عند الحجر الأسود أما عند الركن اليماني إن استطاع أن يمسح عليه مسح وإلا لا إشارة ويقول بين الركنين يستحب له أن يقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا يزيد كما يزيد الجهال وادخلنا الجنة مع الأبراء هذا بدعة نعم يكثر في الطواف من ذكر الله من الاستغفار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن لا إشكال ليس هناك دعاء خاص وهذا مما يعني يصنع بعض الناس به هذه الكتب التي ما أنزل الله بهم من سلطان دعاء الشوط الأول والثاني والثالث والرابع مفهوم؟ وما يوجد دعاء جماعي أخواننا النبي صلى الله عليه وسلم كان معه الصحابة رضو الله عليهم وهو أفضل خلق عليه الصلاة والسلام وأفضل دعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وما كان الصحابة يقول خلف النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول كل واحد يدعو بنفسه ما استطعت ما تعرف أن تدعو باللغة العربية دعو بلغتك اللغة الهندية اللغة الأردية اللغة الفرنسية ما في إشكال بشرطة لا تغير الأسماء الحصنة يا الله ثم تقول اغفر لي باللغة الهندية بالإنجليزية ما في إشكال